در إكي أنلم وكل نشغ لاحقة در معناها واستخداماتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس التسعين من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المبتدئ الثاني بانجل الرجين تركشا إسطنبول كتاب آ إكي نحن الآن مع درس القواعد الثالث من الوحدة الخامسة عنوانه در إكي أولاً سوف نقرأ متى تستخدم هذه اللاحقة ما هي معانيها كيف تستخدم ثم سنقرأ أمثلة عنها بعد هذا تمارين بعد هذا أيضاً تمارين ثم نقول لكم وداعاً إلى اللقاء فهي نبدأ أولاً لاحقة در ماذا تستخدم باختصار لاحقة در تستخدم في الكتب المدرسية في المقالات العلمية للدلالة على الحقائق أولاً تستخدم للدلالة على تخمين قوي تستخدم لبيان احتمال حسب سياقها تستخدم يعني هي تؤكد المعنى فقط نقرأ استخدامها معاً أولاً نعكس الألوان ثم نكبر الخط طيب بلير سيزجج مش زمان شمدك زمان وغالجك زمان دان صنرا غالير هذه هي المعلومة الأولى المهمة جداً جداً كنت سأقولها في بداية الفيديو لكني ننسيتها إذن تستخدم مع المش ومع اليور ومع الأجاك مع هذه الأزمنة الثلاثة غال مش عفوا غال مش تر لقد جاء غال يور س در إنه يأتي غالجك تر سيأتي طيب تستخدم مع هذه الصياغ الثلاثة بلير سيزج مش زمان مش وشمدك زمان يور وغالجك زمان غالجك زمان يعني أجاك طيب المعلومة الثانية إذا ماذا تفعل؟ إذا كانت الجملة تتحدث عن احتمال فإنه يقوي الاحتمال وإذا كانت الجملة تتحدث عن حقيقة فإن هذه اللاحقة تقوي الحقيقة وظيفتها تقوية المعنى طيب نكمل أيرجى جملة تغمين ألم كتر أيضا تضيف إلى الجملة معنى التخمين في بعض الأحيان مثلا أقول الساعة الآن الثانية واليوم عطلة لابد أنه إنه يلعب يعني هو ليس في عمله هو يلعب لأن اليوم عطلة وهكذا مثلا هذا تخمين فأستخدم هنا در لأنني أخمن هذا طيب هذه اللاحقة آخر كلمة سكتشا كلانلر هنا تستخدمه بشكل متكرر أين تستخدم؟ يظل دلد في اللغة المكتوبة في الكتابة أذلك له وبشكل خاص رسمي متينلر في النصوص الرسمية بيان رئيس الجمهورية تعليمات من الوزارة وهكذا أيضا نعم درس كتابة في كتب الدروس أنسيكلوبيدي والموسوعات العلمية جيبي أنثار هذه الأشياء بلقي في النصوص التي تستهدف إعطاء المعلومات إذن النصوص الرسمية والويكيبيديا عفوا نشو الله الأنسيكلوبيدي الموسوعات وفي الكتب المدرسية درس كتابة وغيرها من النصوص التي تعطي معلومات كل نص هدفه يعطي معلومات يستخدم هذه اللاحقة سكتشا بشكل متكرر طيب هذا هو استعمال القاعدة إذن نعيد باختصار تستخدم مع ثلاثة مع الميش ومع اليور ومع الأجاك مع البليرسيس جيش من الزمان الماضي لير المرئي ومع الأجاك للمستقبل ومع اليور شمدكي زمان صيغتها طيب هنا لم يستخدم الميش لكنها وجودة نأتي بالفعل مثلا قال وضعوا بعده لحقة الزمان الميش قال مش تر لقد جاء أو يور قال يور در إنه يأتي أو أجاك سوف يأتي قال جاك تر ونضعو در إذن قال جاك تر يور در جاك تر ماذا أيضا مش تر مش تر دا تقلب ت للتخفيف الصوتي أو هكذا طيب وتأتي أيضا مع الأسماء مثل كوزالدر إنه جميل مثل بوئشيابان أحمد تر الذي فعل هذا العمل هو أحمد غالبا تر وضعنا مع أحمد تر طيب الآن نأتي إلى الأمثلة المثال الأول استخدامها كما قلنا سهل توضع مع الأسماء أو مع الأفعال تأتي مع الأفعال بالصيرة الثلاثة أجاك يور ومش فقط طيب الآن الأمثلة الجملة التالية الندوة سوف تكون في 24 من شهر أكيم طيب ماذا عندنا أيضا نعم فقط سيمبوزيوم ندوة وهكذا انتهى المثال يبا جاك يبلا جاك تر سوف تتم في هذا الوقت يبلا جاك تر جاءت بعد أجاك المثال التالي بانجا يرن تبلنط ألم يجاك تر بانجا يرن تبلنط ألم يجاك تر برأيي غدا لن يكون هناك تبلنط بانجا برأيي ألم يجاك تر لن يكون هنا غالبا لأن هذا برأيي لأنه يقول بانجا لأنه يقول برأييي الجملة التالية الكتري أديسون بومش تر هنا نعطي معلومة إذن نستخدم تر الكتري أديسون هو الذي اكتشف الكهرباء الكتري الكهرباء أديسون اسم عالم بومش وجد يعني اكتشف تر يعني إن أديسون هو الذي اكتشف الكهرباء أو لقد اكتشف أديسون الكهرباء أو هكذا تر معناها هنا هي وظيفتها التأكيد طيب الجملة التالية أحمد شمدي يولددر أحمد الآن في الطريق نستخدمها هنا لبياني غالبا في هذا الوقت أحمد يكون بالطريق هذا وقت إنصرافه الجملة التالية في هذا الموسم حرة جدا تر هنا نتحدث عن معلومة أو نتحدث عن رأينا مهم هكذا إذن تر كما ذكرت يعني تر تحتمل في المعنى التأكيد وتحتمل بيان معلومة وتحتمل غالبا إذا كنا نتحدث في حالة التحزير نستخدم در وإذا كنا نعطي معلومة نستخدم در وإذا كنا نريد أن نؤكد على معلومة نستخدم در يعني هكذا نستطيع أن نقول عنها النهزينة للكلام أو هكذا لو لم نستخدمها لا يتغير المعنى أحمد شمديولدا أحمد الآن في الطريق لكن إذا أردت أن أبين أنني أخمن أستخدمها حتى يفهم الذي أمامي أنني أخمن ولا أقول معلومة قاطعة طيب الأمثلة التمرين الآن أشعى ذاكي بوشلوكلر أورنيكلر ذاكي جبي دول درلم لنملأ الفراغات كما في الأمثلة الآن المثال الأول جميل جدا أليس كذلك هكذا أتذكر ساعة يرمي الآن الساعة عشرين يدى ساعة سكيز الآن الساعة شمدي ساعة سكيز الآن الساعة ثمانية بوصاعة تا اشتاديل در بوصاعة تا اشتاديل در في هذه الساعة لا يكونوا في العمل اشتنشك أنا أخمن فأقول اشتنشك مش طر در لقد خرج من العمل أستخدم مش ماضي غير مريلي لأنني لم أراه وتر للتخمين يعني مش هي تضيف تعطي التخمين لكن تر تصبح تخمين كمان إذا إذا خرج من العمل يأتي إلى البيت إذا قال يور در طيب الجملة الثانية تليفونه كبل جواله مغلق شمدي تبلان تدا در الآن هو في العمل ليس علينا إلا أن نضيف در تبلان تدا تبلان تدا تبلان تدا در إذا جواله مغلق هو الآن في الاجتماع غالبا الجملة الثالثة أشتنش جملة أبي لم يتحدث معنا طوال اليوم أبي لم يتحدث معنا طوال اليوم لقد غضيب من شيء ما بشياء كزمشتر كزمشتر نستخدم مشتر لماذا؟ لأننا هنا نقول غالبا إنه غاضب من شيء ما مماذا لا ندري در دنجو الجملة الرابعة راديو تشلش ميور الراديو لا تعمل عندنا صيغة سؤال إشارة استفهام فنقول بوظمش مو در بوظمش مدر الدر تأتي بعد إشارة بعد مو الاستفهام إذن بوظمش مدر هل تعطلت؟ الرجل لا تعمل هل تعطلت؟ يوب بطارية يوب بلي بتمشتر لقد انتهت بطاريتها طيب مثلا نستطيع أن نجيب بهذا الشكل الجملة الخامسة بشنج جملة ليست سؤالا تونى درس چلش مي چوك سفر تونى تحب كثيرا الدراسة شمد درس إذن تونى تحب الدراسة الآن أيضا هي تدرس غالبا شمد درس چلش يور در لماذا قلنا يور؟ لأننا قلنا شمد طيب الجملة السادسة سلمة سوزنو سوزنو إذن توت سلمة سوف توفي بوعدها يمكن نقول توت يوردر لا نستطيع هنا نتكلم عن تأكيد سلمة سوف تفي بوعدها مؤكدا سلمة سوزنو توتا جاكتر سلمة سوف تفي بوعدها طيب الجملة السابعة أنا جائعا جدا لقد جعت كثيرا أسأل لقد جعت كثيرا هل حضرت أمي الطعام؟ هل طبخت أمي؟ أمي ألنم يميك؟ يقمش مدر يقمش مدر هل حضرت أمي طعاما؟ هل صنعت أمي طعاما؟ سكي زنجي جملة الجملة الثامنة ليست سؤالا هذه هي تقول هذه تحتمل الثلاثة من أجل يوم ميلادك اشترى لك هدية أو يشتري لك هدية أو سوف يشتري لك هدية الثلاثة صحيحة سيشتري لك هدية جميلة أو لك هدية جميلة في عيد ميلادك في يوم ميلادك صحيحة الثلاثة صحيحة أو بعد أن اشترى الهدية إذا كنا نحدثها علمنا أنه اشترى هدية لم نره نقول دونجلون إتشين سناء جزال بالهدية أو مشتر لقد اشترى لك هدية جميلة من أجل يوم ميلادك طبعا نحن لم نره لكن هكذا قيلة لنا طيب مثلا قالت أمه وأخته هذا هذي نجي جملة الجملة السابعة أشادكي ديالوغلر الحوارات التي في الأسفل في اللاري فاد در إكنيكو لنا راك استخدموا الأفعال ولاحق الدر تمام ضيالهم وأكملوها عندنا حوارات سنستخدمها بالأفعال التي في الأعلى وبلاحقة در أولا نقرأ الأفعال الفعل الأول قلمك القدوم الفعل الثاني يلشمك التحسن طيب الفعل الثالث هرلمك الشخير أثناء النوم الفعل التالي كسمك الخصام الهجر ترك الحديث نقول بالعمية زاعلته يعني لم أعد أتحدث معه أبدا قاطعته قلمك القدوم تشلشمك العمل كزمك الغضب كنشمك التحدث هذه هي الأفعال التي سوف نستخدمها الآن الحوار الأول آيشا آيشا تبلانطيا تشوك جيتشكالد لقد تأخرت عائشا عن الاجتماع كثيرا آيشا آيشا تبلانطيا على الاجتماع تشوك جيتشكالد لقد تأخرت كثيرا أما براس صونرا لكنها بعد قليل سوف تأتي مثلا جلجا كتير أما براس صونرا جلجا كتير لكنها سوف تأتي بعد قليل بجل المؤكد طيب نكمل طيب آيش آيش جيتشكالد نعم أو هيتش جيتشكالد هي لا تتأخر أبدا باشنا برشا لقد حدث معها شيء باشنا برشا جال مشتر إذن عائشا تأخرت سوف تأتي بعد قليل هي لا تتأخر أبدا لابد أن هناك مصيبة قد حلت بها أو أمرا قد حدث باشنا برشا جال مشتر لقد حدث معها شيء الحوار الثاني دكتور بي خاصة نصل أيها الطبيب كيف المريض كيف وضع المريض الطبيب يجيب إي بير هفتة عفوا إي يعني المريض بحالة جيدة بير هفتة صنرا بعد أسبوعين سيصبح بصحة جيدة يعني إي لشا جا كتر إي لشمك إي لشا جا كتر أتنجو ديالوج الحوار الثالث ندل بزملكون شمير لماذا لا يتحدث معنا ثم يقول بلكي لعله لعله قاطعنا بلكي كس مشتر لعله قاطعنا دوردنجو ديالوج الحوار الرابع بوسيس نا ما هذا الصوت بوسيس نا ما هذا الصوت ألت كتكي يشلأ دم هورل يوردر الرجل المسن في الطابق الصفلي يشخر إن الرجل إنه صوت شخير الرجل في الطابق الصفلي ألت كتكي أشلأ دم هورل يوردر الرجل المسن في الطابق الصفلي يشخر غالبا يشخر أم يشخر يشخر صوت شخير الرجل إنه صوت شخير الرجل المسن في الطابق الأسفل بشنجو ديالوج الحوار الخامس شو توجوك نيشن آليور هذا الطفل لماذا يبكي النسي كس مشتر لقد غضبت أمه مثلا هل نستطيع أن نقو شيء آخر من الأفعال أنتم تختاروا فعلا آخر إن أردتم ورأيتمه مناسبا ألتنجو ديالوج الحوار السادس بزملا هيج كونش مضي بزملا هيج كونش مضي بزملا معنا هيج كونش مضي لم يتحدث على الإطلاق معنا الجواب بكلا كونشا جاكتر مثلا سوف يتحدث الجملة السابعة أو الحوار السابع يذنجو ديالوج كمال تبلانطيا ندنج المدي كمال تبلانطيا ندنج المدي لماذا لم يأتي كمال إلى الإجتماع؟ بالمئورم لماذا لم يأتي؟ أي فعل سنستخدمه؟ ننظر إلى الأفعال لماذا لم يأتي إلى الإجتماع؟ حصل بك بالمئورم حصل يردر لعله يعمل مثلاً أو ماذا؟ نعم فقط هكذا أو غالجة كتر أليس كذلك؟ سوف يأتي بالمئورم غالجة كتر نظن ماذا لم يأتي؟ بالمئورم هذا السؤال انتهى الآن السؤال التالي يجب أن نعيد الألوان إلى طبيعتها حتى نستطيع أن نجيب عليه يقول أشعدك لسيم لرابك لننظر إلى الصور التي في الأسفل سر لرجواب ليظم ولينجب عن الأسئلة قل نادر من استخداماتها للتخمين للتحذير للتوقع لذلك جاء هذا السؤال عندنا صور هذه هي الصور وعندنا أسئلة وسنجيب عن الأسئلة مثلا أد نادر ما هو اسمها مثلا هذه السيدة برأيكم ما هو اسمها مثلا أد فاطمة در اسمها فاطمة هذا ما اسمه صيني أو ياباني ما اسمه أد ساسوكي در مثلا هذه اسمها ماذا تركيا إذن اسمها مثلا آيشة أد آيشة در هذا أيضا يبدو عليه تر أن اسمه تركي أد محمد تر مثلا نقول هكذا طيب السؤال الثاني نرى لدر من أين طيب هذه السيدة تشبه من من أين تبدو مثلا ألمانيا لدر مثلا ألمانيا هذا من أين يبدو جابونيا لدر من اليابان مثلا هذه السيدة مثلا تبدو كأنها من مثلا من قاس قاس لدر أو مثلا من أين من غازي عنتاب غازي عنتاب لدر مثلا هذا من أين مثلا أنكارا لدر من أنكارا أو كارا دينيز لدر من شواطئ البحر الأسود ترابزون لدر من ترابزون وهكذا نخمين طيب السؤال الثالث أو التالي نرى دا دو مشتر أين ولدت مثلا هذه المخمين نقول برلين دا دو مشتر لأننا قلنا ربما تكون ألمانيا ولدت في برلين هذا نقول مثلا بكين دا دو مشتر ولدت في بكين مثلا إذا توقعنا أنه صيني هذه السيدة نقول مثلا أين قلنا أنها من أين غازي عنتاب تا دو مشتر ولدت في غازي عنتاب مثلا هذا ترابزون دا دو مشتر ولد في ترابزون مثلا طيب şimdi neler yapıyordur ماذا يفعلوا الانا şimdi yemek yapıyordur şimdi ders çalışıyordur şimdi hava alıyordur أو piknik yapıyordur pikniğe çıkmıştır mesela piknik yapıyordur mesela telefon görüşmesi yapıyordur yani طيب أيضا ne iş yapıyordur مهي مهنته bu hanım iş hanımıdır bu adam öğrencidir mesela bu hanım ev hanımıdır bu adam şirketin CEO'sudur mesela مدير شركة طيب ne iş yapıyordur acaba sizce 10 sene sonra neler yapacaktır برايكم بعد 10 sene ماذا تستفعل peki bu hanım 10 sene sonra ne yapacaktır çocuğunu evlendirecektir صوفة زوجو ابنه bu bu çocuk 10 sene sonra mühendis olacaktır صوفة يقون mühendisen bu hanım 10 sene sonra hacde olacaktır صوفة يقون في الحجي hacca gidecektir طيب bu çocuk ya da bu adam 10 sene sonra hacca gidecektir 10 sene sonra 10 sene sonra arabanı diştire cektir سوف يغير سيارت 10 sene sonra flas cektir لا قدر الله لا لا نتوقع شيئا سيئا 10 sene sonra yeni bir şirkete atşer cektir mesela وكذا طيب هذه الاسئلة انتهت درس اليوم انتهى لا تنسوا كتابة الدرس على الدفتر كتابة التمارين كتابة الامثلة استخراج الكلمات الغريبة وحفظها ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واختراحاتكم وانتقاداتكم على العنوين الموجودة في مربع الوصف قبل ان نقول وداعا نسألكم ثلاثة اسئلة ılر ما معنى سكتر السؤال الاول السؤال الثاني سيمابوزيوم ما معنى سيمبوزيوم السؤال الثالث طيب نعم ما معنى بزل مشتر قلنا الجواب بوزل مشتر او بوزل مش مدر بوزل مش ما معنى بوزل مش هذه الاسئلة الثالثة دامت البسمة مترقصة على شفاهكم والفرحة مليئة لقلوبكم ودونتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته